لم تكتفي ايران باعلانها الذي وصفته مجالس سياسية بالتمجح العلني والاعتداء على سيادة العراق تحت ذرائع لا تسمين ولا تغني من جوه لكنها وعلى لسان اسماعيل قآني قائد فيلق القدس في الحرص الثوري الايراني الذي اعلن بدء فصل جديد من المقاومة حطمت عنوان احترام سيادة العراق باعادة مسلسل تصفية الحسابات وقد تطرح سؤالا بديهيا لطالما ان ايران تهاجم اي دولة مجاورة لها تضم مقرا لاسرائيل فلماذا العراق المستهدف الوحيد دوما لدى طهران دونا عن غيره وتحت تبريرات مواجهة امريكا ايضا تعود عنوين الضرب لامن وسيادة وكرامة الشعب العراقي سيما مع حديث يعتبر اليوم الاول بالنوعه وقصف بمثابة اعلان حرب واستباحة للارض العراقية عندما يكون قصف اربيل منطلقا من اراضي دولة مجاورة اسمها ايران في المحصلة يهاجم القيادي والسياسي البارس في الديمقراطية الكردستاني هوشيار زيباري السفير الايراني ايريج مسجدي عندما يلقنه درسا في الدبلوماسية اذ كانت تصريحته على الارض العراقية بمثابة ضرب لهيبة الدولة عرض الحائل المشهد عن قرب يوضع اليوم في حسابات الصواريخ الباليستية على انه ليس مجرد قصف ايران في العراق لهدف تتذرع به انما تضرب مستقبل بغداد السياسي الذي يرافق التوقيت الخطير لعودة مسلسل التوتر الامن من جديد